أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو عن العام الماضي بنسبة بلغت 10.3% أوضح الإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو 2024 بلغت 3.57 مليار دولار مقابل 3.98 مليار دولار وذلك لنفس الشهر من العام السابق ذكر المركز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة بلغت 0.4% في المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة بلغت 5.1% أكد وزير التموين والتجارة الدخلية شريف فاروق أهمية المتابعة والرقابة على الأسواق والسلع للتخفيف على المواطنين والعمل على زيادة عدد المنافذ والارتقاء بها جاء ذلك خلال اللقاء وزير التموين والتجارة الدخلية ومحافظ مطروح خالد شعيب مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ بمطروحة ووجه وزير التموين بأهمية توفير الخبز للمصطفين بالمحافظة والتأكيد على توفير الحصة التموينية لازمة لها حسب الإحتياجات وكثافة تواجدهم بدأنا الجولة في محطة تعبية البتجاز في الكيلو 16 ثم بعد ذلك أحد المطاحن الخاصة وتطمن على جودة البيئة وتوافر احتياط استراتيجي من الأمح الموجود عنده بالإضافة إلى أحد المجمعات الاستهلاكية التي تبعها لوزارة التموين والتجارة الدخلية وتطمن على توفير السلع وعلى جودة المنتجات بالإضافة إلى طرح المنتجات داخل المجمع الاستهلاكي ودخلنا للمعرض الدائم للسلع الأساسية بصحبة معالي الوزير المحافظة وفيه منتجات تم ضافتها داخل طبعا المجمع ثم بعد ذلك سوق للخضار والفاكهة وبعد كده انتقلنا إلى أحد المخابز البلدية وتطمننا من جودة الدقيق والمواطنين بياخدوا كل السلع اللي هم محتاجينها واختتمنا الجولة بلقاء السادة أعضاء الغرفة التجارية في محافظة مطروح وأديه فيه تعاون مسمر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثل فيه مبادرات تخفيض الصلع أو معارض أهلا من رمضان أو أهلا من مدارس وأيضا كل السادة النواب كانوا حضرين للجولة واستمعنا إلى مطالبهم ووعد على الفور سادة الوزير بتنفيذها سواء تخص السادة النواب أو المواطنين أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدويانا مجمع انتاج البنزين بشركة السيوت للتكرير البترول يمثل قفزة نوعية في صناعة التكرير بالصعيدة جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير لمجمع انتاج البنزين بشركة السيوت لتكرير البترول في خطوة تأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية صعيد مصر قال وزير البترول ان المجمع الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح اسيسي في ديسمبر 2021 يوطي احتياجات محافظات الصعيد من البنزين بجميع أنواعه وإلى أسواق البترول العالمية حيث هبطت أسعار النفط وأغلقت عندها أدنى مستوياتها وذلك منذ يناير بعد بيانات أظهرت تباطئ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي تراجعت العقود الأجلة لخام برينت بما يعادل 3.41 في المئة محققا 76 دولار 81 سنة للبرميل فيما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيد الأمريكي بنسبة بلغت 3.66 في المئة محققا 73 دولار 52 سنة فيما تراجعت أسعار المازوت أيضا بنسبة بلغت 3.1 في المئة محققا دولارين 32 سنة للتر أيضا انخفضت أسعار الغاز الطبعي بنسبة بلغت فاصل 500 في المئة مسجلة دولار 97 سنة وذلك لكل مليون واحدة حرارية بريطانية صدق مجلس وإدارة صندوق النقد الدولي على قرار بتخصيص مقعد إضافي في مجلس إدارة الصندوق لصالح أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليصبح عدد المقاعد في المجلس 25 مقعد يعد تخصيص مقعد إضافي لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جزء من دعوة أوسع أطلقتها الدول الأفريقية لتحسين تمثيلها ليس فقط داخل صندوق النقد الدولي ولكن أيضا داخل أي منظمة تلعب دورا رئيسيا فيها الهيكل المالي العالمي الحالي اشتركوا في القناة